أهلا بحضراتكم مرة تانية من بعد الفاصل ولسه بتتواصل فعاليات مؤتمر المناخ في شرم الشيخ وفيه في الحقيقة اهتمام عالمي بالجلسات والمبادرات والاتفاقيات اللي تم ترحاها خلال المؤتمر واللي كلها بتصب في مجال دعم التحول نحو الاستدامة ومواجهة التغيرات المناخية خلونا نتكلم بقى بالتفصيل عن المبادرات وقاليات تنفذها على أرض الواقع مع ضفنا اللي بنوارنا النهاردة في الستوديو دكتور أستاذ دكتور علاء النهري نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة صباح الخير على حضرتك صباح الخير يا فن أهلا بك يا فندم يعني مؤتمر المناخ كان محض اهتمام للعالم أجمع طبعا بما يجمعه من اهتمام طبعا أو بما يجمعه من موضوع مهم جدا وهو التغير المناخي بيطرق على العالم كله يمكن فيه مبادرات تم ترحاها في المؤتمر حابين نعرف ايه هي أهم المبادرات اللي تم ترحاها في مؤتمر المناخ شرم الشيخ والله في مصر يعني أصدرت العديد من المبادرات من ضمنها مثلا مبادرة الطاقة أولا المبادرة الرئيسية اللي نقولها المبادرة الرئيسية للقادة والتغيرات السياسية اللي بتحصل موجودة فساد الرئيس يتكلم على الموضوع ده بشكل جاي جدا وإن احنا جايين المؤتمر بنعمل مبادرة جديدة نهية نتحول من الوقود والتعهدات إلى مرحلة التنفيذ وطالب طبعا بحق إفريقيا في الحصول على دعم مادي اللي هو كان مقرر بمئة مليار دولار بجانب طبعا أنه هو أظهر الأخطار البيئية والأخطار التي تحيق بالعالم كله من خلال أو من جراء التغيرات المناخية دي واحدة الطاقة كلم عن مبادرة الطاقة برضو بشكل رائع جدا وقال إن احنا لازم نتحول إلى الطاقة النظيفة في الاستخدام وبالتالي يعني حتى في مصر عندنا هنا نلاقي الاستخدام مترو المترو للأنفاء واستخدام المرجال واستخدام السيارات الكهربية بل بالعكس العمل على تصنيحها يعني بتادينا في خطر التعامل دودي أيضا بيعمل بالضبط نصر الدودي اللي كله بيعمل بالكهرباء يعني عايزين برضو الميزة في بعض الناس بتقطع وتقول الغاز الطبيعي لا الغاز الطبيعي على فكرة ملوث يعني ملوث بيطلع الانبعاثات لأن الغاز الطبيعي يتكون أساسا من 93% ميسان والميسان عنصر من عناصر الغازات الدفئة وبالتالي أخد بالنا من حتى دي لأن الناس فكرة إن هو أقل تلوسا ولكن لا ده غاز ملوث برضو فنتكلم على الطاقة الكهربية ومصر مش فيها بشكل رائع جدا يعني طيب فيه مبادرة المياه هي المياه النهاردة نحن عارفين شح المياه أو تغيرات المراكية بتؤدي إلى شح المياه على مستوى العالم إلا أن عندنا في مصر الحمد لله أنا بقول فيه جانب سلبي وفيه جانب إيجابي يعني الجانب الإيجابي عندنا في مصر أنا وعلماء ألمان اشتغلنا أبحاث على أساس نعرف أن تحرق خط المطر شمال سد النهضة تحرك حوالي 100 كيلو متر وبالتالي وكلمنا من 2009 وبالتالي عندنا تلاقي دائما السودان بحصة فيها سيول جارفة وعندنا في جنوب مصر برضو بحصة سيول جارفة فبتحرق خط المطر فده إدى لمصر برضو كمية جيدة جدا من الأمطار وبالتالي يجب الحفاظ عليها أو حصادها يعني يعني المفروض نحصد الأمطار بشكل جيد وأعتقد أن رزاقة الرأي برضو عاملة جهود جيدة جدا في هذا المجال فيه برضو الغذاء الغذاء النهاردة بالاتفاق برضو ببادرة الغذاء يعني فيه النهاردة بالاتفاق مع الفاو أنه فعلا ابتده النهاردة نتعامل على أساس الغذاء والزراعة نروط مع بعض على أساس الصنباط أصناف جديدة تتحمل التغيرات المناخية ده اللي بنسميه تكيف أو التكيف ما عايزين نقول الفرق بين التكيف والتخفيف التكيف اللي هو التعايش أنا خلاص وضعي كده حرارتي كده الرطوبة النسبية عندي كده المطر كده أزاي أتعايش مع نخص الظروف التخفيف تغيير الممارسات اللي من شأنها ارتفاع تقليل الانبعاثات أخذ أي إجراء أنه ما طلعش الانبعاثات جديدة أو أكثر بكده ويمكن من أهم ما حدث في هذه القمة تحديدا قمة التغيرات المناخية كوب 27 كان فكرة البروتوكولات التي وقعت تحديدا مع الطرف المصري نتكلم على مبادرة ما بين مصر والإمارات العربية المتحدة الدولة الشفيقة لمحط توليد الطاقة من الرياح تحديدا في الأنين السخنة أيضا التفاقية التي وقعت في المنطقة الاقتصادية بقناة السويسة الخاصة بالهيدروجين الأخضر وربما أخيرا وليس بأخيرا لسه أيام قمة خلصتش يعني ما تم تخصيصه من جانب الإدارة الأمريكية 500 مليون دولار لإنتاج أو تحول مصر لمصدر للطاقة الخضراء طيب كل ده في اتجاه التخفيف وربما اتفق الحضور على التكاتف والعمل على التخفيف هل يمكن أن يحدث تخفيف حقيقي في ظل الأزمات الموجودة حاليا والحرب الروسية الأوكرانية التي دفعت ربما بعض الدول المتقدمة للعودة إلى الوصد الحفوري أو الفحمي كمان هو طبعا مش عايزين نعدي دي مرور الكرامي عن موضوع المنطقة الاقتصادية بتاعة قناة السويس وأن أنا أعمل فيها هذه الأشياء الأخضر والمرحلة الأولى التجربية والشغلنا فيها اللي هي هتخدم مصنعين آخرين يعني مصنع الهيدروجين الأخضر هيخدم مصنعين أمونيا مش عايزين لعديها دي خاصة ده يطلع حول 15 ألف طن من الهيدروجين الأخضر هيساعد هما الاتنين في إنتاج 90 ألف طن من الأمونيا الخضرة يعني دي مش عايزين نعديها برضو مش عايزة أعدي حتة عشانه موضوع عاوزين نوضح أهمية بما أننا طرقنا لده أهمية الأمونيا الخضرة تحديدا حتى يكون المشاهد معنا في الصورة هي الأمونيا الخضرة عبارة عن تفاعل النيتروجين مع الهيدروجين NH3 فبدي الأمونيا الخضرة بتدي طاقة برضو عالية جدا يعني بنقول زيما الهيدروجين الأخضر بدي ثلاث أضعاف الطاقة من الوخود الحفوري الأمونيا الخضرة بتدي طاقة برضو عالية ولك بتبقى نظيفة يعني يمكن أكثر نظافة لأن الهيدروجين هو نظيف لأنه خالي من الكربون يعني عندنا صنة أنواع الهيدروجين على فكرة عندنا الأسود أو البني وعندنا الرمادي وعندنا الأخضر وعندنا الأزرق وعندنا الأصفر ستة أنواع. إحنا عارفين الأزرع والأخضر. ده اللي إحنا عارفينه. الأزرع والأخضر. لا. لسه الأصفر بيطلع من الطاقة النوية. لما حطوة الطاقة النوية. الأصفر أكثر نخاءاً كمان. الأزرع فيه نسبة سانيكسيك كربون شوية. الأصفر ده ما نوجود يا دكتور في المصنية درد. لسه. بس إن شاء الله ما نعمل نحط طبعاً. أنا عايز أقول حتة يعني ما جينا نعمل قناة سويس عشان بس الرد على الناس. نحن قلنا المنطقة الاقتصادية الحرة أو المنطقة الاقتصادية بتاع قناة سويس والصناعات اللوجيستية. يعني قناة سويس النهاردة السنة اللي فاتت إن الحمد لله جابت لنا سبعة مليار. سبعة مليار. إحنا ساعتها ما كنا بنعمل التفرية بتاع قناة سويس أو قناة سويس الجديدة. كنا بنقول إن إحنا هنصل إلى 100 مليار. من 70 إلى 100 مليار. المنطقة الاقتصادية بقى المنطقة دي فعلا بإذن الله تعالى بعد استكمال الأنشطة فيها يعني نار بدت بشكل جاي جدا خاصة مع المؤتمر هنا يعني برضو الإمارات عملة مصنع تاني هناك فبدا بشكل رائع يعني هنصل من 70 إلى 100 مليار اللي كان سيد الرئيس كان فعلا مستهدف بتاعهم كان بيتكلم عن أنه فعلا هنطلع إلى 100 مليار وأنا ساعتها قلت هنطلع إلى 100 مليار كذا مرة فدي حاجة مهمة جدا ما يدربش لعب ديها بتاع منطقة خانات السويس في منطقة السخنة تلتبقى ستين في منطقة هناك موجود برضو في موضوع تاني ما نذكرناهش إنه هو اتحاد تلت شركات للتدوير تدوير المخلفات الصلبة لتعامل برضو حالة 4-5 سيام صحيح ودي شيء برضو عظيم جدا إنه قبل ما بنعمل التنمية عندنا فكر في التدوير فدي شيء رائع جدا تتعامل برضو منطقة برضو إن شاء الله السعادية برضو هتشارك فيها أكتر في دور كتير أو هتشارك في هذه المنطقة وهنصل بإذن الله المنطقة جاذبة للاستثمارات بكل العالم جاذبة مصر حضرتك بأتراف العالم كله قالوا مصر من أكبر الدول الجاذبة للاستثمار في الشرق الأوسط خليني أكلم مع حضرتك في موضوع تاني يمكن شفنا بسبب التغير المناخ في العالم أجمع بعض الدول بتعاني من يمكن فايدانات وهي يعني ما كانتش بتعاني من هذه الظاهرة من قبل شفنا حرائق الغبات يعني هل إنشاء أو يمكن إنشاء أجهزة إنذار مبكرة لهذه خلييني أقول الجواح اللي يمكن يتعرض لها بعض بعض الدول نقدر العالم كله يقدر أنه يعملها وينفذ ده على أرض الواقع عشان يقلل من الأخطار دي وده اللي مصر عبرت في أجنة تشرم الشيخ على فكرة يعني قالت إيه يجب إن ده تلاتة مليار شخص على مستوى العالم بأجهزة إنذار مبكرة حتى ألاقي أحدث مثل ما حدث في الفيضانات الجاريفة للعصد دي حظيك برد لازم نربط بين الفيضان وبين السبب السبب تحت الناس فهمة ما يقول إيه نص درجة زادت أو درجة حرارة زادت إيه يعني درجة يعني إيه يعني فيها لا تدرجة الحرارة لما بتزيد بتزود نسبة بخار المية لا بتزود نسبة بخار المية 7% وبالتالي اللي هارده ما درجة حرارة زادت على المحيطات طلع نسبة صحوب أو طلع بخار المية تكون صحوب بنسبة 7% كل درجة زيادة وده فعلا نزل في مناطق زي باكستان يعني غطى تلت الأرض وثلاث مرات فكان شيء خطير جدا موجودة الموضوع ده برد حظيك ذكرتي حرائق الغابات النهاردة بزادت الحرارة درجة ودرجة ونص قدت إلى تيبس الغابات وبالتالي كانت عرضة للحريق أوروبا السنة دي في 2022 6600 ألف هكتار اتحرقوا في حاجة بعضه أخطر جفاف يعني شيء غريب جدا يحصل حرائق ويحصل جفاف ويحصل أمطار في مناطق تانية تقلبات غريبة جدا يعني النهاردة إحنا متكلمت على حاجة اللي هي ظهور صخور الجوة في أنهار أوروبا ما حصلتش من القرن الثالث عشر من 500 سنة حصلت مرة مش تريد تغارات بناخية بقى لتيجي تدورات بناخية صحيح حصل فعلا في الأنهار أو حصل جفاف لبعض الأنهار لدرجة أن القدامة الأوروبين كتبوه إن رأيتني ابتي يعني معناها أنه فيه تأثر فيه تأثر هتأثر المنسوم الميا قال لي بأزرعات هتقل لي بأعندي النمو هيقل والاستدامة للزرعات برضو هتقل بشكل كبير فالنهاردة أوروبا يعني الشيء الغريب بعد موضوع الحرب الروسية الأوكرانية وما لجأت إلى الفحم فكان شيء خطير جدا اتكود بنارها في نفس السيزون في نفس الوقت يعني كل كل ما حصل في أوروبا نتيجة استدامة الفحم وبالتالي أوروبا جاي بأجندة نحن نفهم نستغلها بقى جاي بأجندة مختلفة يعني أوروبا جاي عايزة تحل عايزة تحل بس عايزين يتضغط بأكتر من كهة شوية برضو أمريكا عايزة تحل بس لاخد بالنا برضو ان مكان ترامب موجود كان طلع من الاتفاقية وقال أنا مش عايزة أخسر ستة مليون وظيفة صحيح وطلع من الاتفاقية بايدن دخل للاتفاقية اه ده مش كده كان أوباما قبله فكان مخلي حاجة اسمها ضريبة الكربون أو التكلفة الاجتماعية للكربون كان بيخليها 51 دولار للطن جاي ترامب خليها السبعة رجع بايدن ترجعها رجعها تاري إلى 51 بايدن عند انتخابه كان بيتكلم على التغارات المناخية فالنهاردة يعني حتى الحزب الجمهوري والحزب الديموقراطي في الانتخابات النهاردة يعني النهاردة الجمهوري بتفقق ده التاني كان بقول مش عايز تغارات مناخية وبايدن بقول عايز تغارات مناخية وعشان كده بايدن جاي حل صحيح وعشان كده مصر خمس بيت وكان فيه نية أو نية مترجمة إلى يعني أرقام أو أموال تم ضخها بتؤكد يعني نية والتزام الطرف الأمريكي تحديدا لكن خليني أرجع لنفس السؤال الأول لنا سألتها لحضرتك كيف يحدث التخفيف في ظل هذه الأزمات هو هيحصل تخفيف يعني أقول جزئي يعني جزئي لازم أولا بالقال للإستخدام الوقود الأفور ده لازم وإلا العالم هينته يعني لو استمرين لقات 2030 بهذا الشكل بتاعنا ده صحيح يعني هينته لكن ده عملنا بديك حضرتك أنا تأتي أحيانا الرياح بما لا تشتهي السفن طبعا يعني حضرتك أنا أتكلم على حتة أنا هكننا بنتكلم مع الإي بي سي سي اللي هي المنظمة الحكومية الدولية المختصة بالمناخ نعم كانت بتقول إن ألفين ومية حتى أنا كنت عامل بحث مع الألمان بقول ألفين ومية يحصل مشكلة عندنا للدلتا لغرق دلتا لأنها يرتفع من سوق سطح البحر النهاردة الإي بي سي سي بتقول لأ ده أنا ألفين وخمسين أنا بواجه هذه المشكلة فإذا فيه تصرع شديد جدا لازم نقف يعني لازم يكون فيه وقفة للعالم كله ودائما ربما يدرك القادة الآن المتواجدون في مدينة السلام أهمية يعني التصدي لهذه الظاهرة طبعا هم مدركين لها ولكن فيه يعني الأوضاع السياسية بتأثر أنا فكرة من دولة لدولة كل دولة بتلقي الحمل على الدول الأخرى يعني نهاردة ما قلنا نستاذ الرئيس حتى كان بهتم أو بالمئة بليار دولار لأنهم تم إقرارهم في كوبا نهاجم في 2009 لآن النهاردة ما تنفذتش 70% تقريبا ومع ذلك أنا ما قلت في لخاءة أو في داخل التلفزيون قلت المئة مليار دولار ما أصبحوش ينفع أقولها حليل صح قليل إحنا عايزين دلاتي واحد وثلاثة من عشر تريليون شفت الرقمة دي وحتى نقولت كلمة قلت قلت إحنا لو قابلنا بالمئة مليار دولار فإحنا بناس كورة مقاو إحنا هنا ناس كورة مقاو لأن مصر لوحدها بيحتاج حوالي 2 مليار مصر بيحتاج لوحدها 2 مليار جنوب أفريقيا بتكلم النهاردة بقولها أنا عايزة 100 مليار فالنهاردة أنا برضو أقولها حاجة خلينا بس نوضح لسانة المشاهدين كمان أن الدول دي بتقول إحنا محتاجين لأنهم لم يساهموا بأي شكل من الأشكال في الإنبعاثات الخارجة يعني النهاردة بنتكلم على قارة أفريقيا ككل نسبة إسهامها 4% فقط أقل كمان 3 أو 4 يعني مصر بالتحديد يعني نسبة مشاركتها في الإنبعاثات 0.0 من 6 من 10 يعني فالنهاردة الدول الصناعية الكبرى التي استفادت منها الصناعة ومن التنمية فالنهاردة عملوا ده على حساب الدول التانية النمية فاندي أنا بقول حاجة مهمة جدا بقولوا احذروا إفريقيا بيقول بلا موقوط احذروا أنا بقول للعالم بقى لأن إفريقيا النهاردة أقل الدرات للقارات الأكثر تضرورا أقلهم أقل الإنبعاثة أكثر تضرورا وبعدين في حاجة أنا لحظتها يعني أوليف شولز اللي هو المستشار الألماني قال أنا هرفع الدعم للغابات أو لحماية للغابات من 1 مليار من 1 مليار إلى 2 مليار لأن ده اللي هموهم خدوا لكم فيه تعاون بالقطعة لكن وده شيء خطير جدا برضو النهاردة الأمازون لما حصل كليرينج للفورس وشاله للغابات حصل مشكلة كبيرة عالم كله تضرد النهاردة عندي في الكونغو الكونغو تاني أكبر مساحة غابات في العالم لو كونغو النهاردة عملت كليرينج للفورس برضو أو إزالة هتعمل مشكلة يعني بيسموا غابات الأمازون رئاتي الكرة الأرضية رئاتي الكرة الأرضية ناخد بالنا أن إفريقيا لازم تدعم وستاذ الرئيس بيتكلم دايما على تدعمها حتى ويدل أعمل حاجة ويسأل هنعمل في مصر مركز تدريب لتخفيف أو للتكايف مع الأسر التغارات المناخية وهيبقى في مصر وتكريفته عشرة مليون وفعلا أخرت وإن شاء الله مصر هي رائدة المناخ في إفريقيا هي التي تشرف على هذا طيب دكتور بما أن حضرتك مشارك في العديد من الأبحاث مع المراكز العالمية في هذا التخصص تحديدا ويمكن شفنا الكارثة حصلت بالفعل في باكستان هل من الممكن أن تحدث ونقول هنا لا قدر الله في دولة أخرى قريبا لا يعني أي الدول القريئة التي يدق فيها نقوص الخطر في القريب العاجل عندنا إن شاء الله في مصر ما فيش نقوص خطر ولكن عندنا لازم نتأكد نحن جائل لكن مطر زيادة عايزين نستوعبها بقى بشكل جيد يعني عايزين نخزنها يا إما حتى في الخزان الجوفي لو أنا مش هستخدمها نزلها في الخزان الجوفي عم بيها حق طورية شارج للخزان الجوفي فإن شاء الله مصر يعني أنا ببشر شعب المصري إن شاء الله خير كل السنين اللي جاء خير من المطر جفانا جيلا علينا ودمها محسوبة ومحسوبة يعني بموديلز رياضية وكل سنة أتباح وكل شهر بأتباح على فكرة ده مش كده بس المنطقة العربية ممكن الأردن وفلسطين هينزل عليها برضو كمية سنة كبيرة من خلال الدراسات الليها بعمل طيب دكتور إمتى نقدر نقول إن قمة المناخ في شرم الشيخ هي قمة نكحة هي نكحة حاليا النكحة إيه المخرجات اللي لما يتم تنفذها نقول خلاص دي تنفذها والله إحنا هنقول نكحة هي دلوقتي هي النكحة وهنقول ممتازة لما يتم إقرار المئة مليار على الأقل لكل الدول هنقول ممتازة لكن هي دلوقتي نكحة يعني لحد كبير جدا ويمكن عايزة أقول أن مصر يعني إما لقيت الموضوع أن فيه تقاعص من بعض الدول الكبرى على صرف المئة مليار اتخذت سكة يعني جو تو ذا بوينت ديركلي ودي حكا الحاجة جميلة جدا نتجل الهدف بتاعنا مباشرة وفعلا مصر عملت شركات جيدة جدا في هذه الفترة وإن شاء الله نعمل أكتر في هذه الفترة فبالنسبة لمصر هو ناجح مئة في المئة إلى الآن لو نخليه بقى ممتاز ونقول بقى يعني خلص عمل كل هدفه لو تم فعلا تقرير المئة بليار دولار على الأقل في الدول النامية وخاصة إفريقيا نعم ويمكن ربما المفاوض الخاص بالمفاوض المصري تحديدا والدبلوماسية المصرية هنا نتحدث عنها يعني ربما نجحت في فكرة العدالة المناخية تحقيق نوع من أنواع العدالة المناخية وده من خلال وجود المفاوض المصري بالتفاوض ربما إن لم تستطيعوا دفع التزاماتكم وتعهداتكم التي يعني يتعهدتم بها في اتفاقية باريس إذن فعلينا أن نسقط جزء من الديون على الدول المتضررة برافو أنا كنت عايزوني النقطة دي دي نقطة اللازم أستاذن حضرتك في أقل من 20 ثانية عشان معادنا معموها بالأمر أتكلم على الحتة دي فعلا يعني السيد الرئيس إنه ما دخل الخسائر والأضرار ما حصلتش وكاننا عرفيك بنقش فيها بشكل سائي جدا فما حصلتش طبعا العدالة المناقية اللي أستاذ الرئيس أقرها حاجة رائعة وأنا بقول مبروك للشعب المصر المقدمة لأننا نجحنا إحنا كده نجحنا نجحنا وعايزين مزيد من نجاح إن الدول المتسببة تقررنا صحيح وهتكلل يعني أو تسقط الديون أو تسقط الديون وده على فكرة حقنا حقنا نقول إسقط ديون نحن متأسرين صحيح ونجح حبيبين قبل الدبلوماسية المصرية في عدد من الدول بإذن الله بنشكر حضرتك بنشكر حضرتك أستاذ دكتور علاء النهري نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة شكرا لك شكرا لك شكرا لك